اشتركوا في القناة على تأمين أو بطاقة حرفي أو حتى سجل تجاري هذا إجحاف كبير فيما يخص هذا القرار وندعو إلى مرجعته وإعادة هذه المنحة لأصحابها الذين هم في أمس الحاجة إليها رغم أنهم لا يعملون ليس لديهم سيارة ليس لديهم محل ليس لديهم ضمان اجتماعي هزوا القرض المسغر واستفادوا منه ربع ملايين يعني لا ما تساوي حتى شيء وليس بالمبلغ الكبير الذي تحسب عليه الدولة عظيمة مثل الجزائر شعبها المغلوب على أمره أرجو نظار لهذه الفئة المقصية بعين الاعتبار تقبلوا مني أو من نفائق الاحترام جميع المقصيين وشكرا وأرجو أن تصل رسالتنا لرئيس الجمهورية وهي رسالة حق يعني منحة البطالة أو المقصيين من منحة البطالة بهذا السبب قرض المسغر ليس لديهم عمل أو ضمان وليس لديهم أي شيء